موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة نبدأها بأبرز عنوين الصحف لهذا اليوم عنوانة العربي الجديد المعارضة السورية تقصف مناطق سيطرة النظام في حلب ثلاثة سيناريوهات لليبيا وترجيح تحالف دولي تقوده فرنسا وإيطاليا القيادة الفلسطينية تتجه لمراجعة التنسيق الأمني مع إسرائيل أما في القدس العربي فقد جاء المعارضة السورية تعرض مبادرة جثث قتل إيرانيين بمعتقلين لدى النظام رجل البخاخ يعود لشوارع عراق ودير الزور أخطر معاقل تنظيم الدولة في سوريا نصر الله في ذكرى القادة الشهداء هدف داعش مكة وليس بيت المقدس ولمن يدعوني للخروج من سوريا أقول فلنذهب سويا إلى سوريا والعراق لمواجهة التهديد أمير قطر في الرياض اليوم لبحث المستجدات الخليجية والعربية مع ملك السعودية إخوان الأردن للقدس العربي لا توجد انشقاقات ولا قرارات فصل والجماعة مرخصة منذ عام 1954 أما في الشرق الأوسط منظمات دولية تطالب بإخلاء سبيل المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا الأزهر يفتي بحرمة مشاهدة مقاطع القتل والحرق والذبح التي يبثها داعش مصر تواجه ضربة القصاص لداعش الحوثيون يعلنون حكومة مصغرة وعدا تطردهم أصغر أسيرة فلسطينية لدى إسرائيل للشرق الأوسط جربت الإهانة والبرد والقلق موقع هابرلاري التركي مصر تسعى لتشكيل تحالف دولي يشارك في قصف داعش بليبيا فرنسا تزود مصر بطائرات رفال وفرقاطة متعددة المهم شور الهيئة الإسلامية بالنمسا يعلن موافقته على مشروع قانون الإسلام الجديد الرئيس الأرميني يقرر سحب بروتوكولات تطبيع العلاقات مع تركيا من البرلمان وزيرة الإعلام بالحكومة اليمنية المستقيلة الوضع الصحي للرئيس هادي حارج جدا وفي وكارة أنباء الأناضول خفر السواحل التركي ينقذ 154 مهاجرا غير شرعي أوكرانيا الانفصاليون خرقوا وقف إطلاق النار مئة واثنتين عشرة مرة خلال 24 ساعة جمعية تركية تستكمل مشروع ضياء بركات لعلاج الأطفال السوريين فيديو ضد الإسلام فوبيا بكندا يحقق مليون واربعمائة ألف مشاهدة في أسبوعين لبرمان يجب رفع عدد سكان اليهود في إسرائيل إلى عشرة ملايين صحيفة يانا شفق التركية نشرت مقالا لياسين أقطاي بعنوان الانتخابات الإسرائيلية وتطرف اليميني جاء فيه تتنافس الأحزاب في الانتخابات فيما بينها لتحقيق السلام والأمن في البلاد لكننا أصبحنا نرى الأمر مغاير تماما في دول أوروبية عديدة في الفترة الأخيرة حيث أصبحت الأحزاب تتنافس فيما بينها على التشدد والتعصب والتطرف لتحصل على أصوات الناخب الأوروبي ومع مرور الأيام والسنوات يزداد الميل نحو اليمينيين أكثر فأكثر وملت معها ثقافة الشعب والجمهور نحو التطرف ستعقد الانتخابات العامة في إسرائيل بتاريخ السابع عشر من أذار الفين وخمسة عشر وتم توجيه دعوة لبنيامين بنيتنياهو من أجل إلقاء خطاب في مجلس النواب الأمريكي بدعوة من رئيس المجلس جون بوينر بل الأصح أن نتنياهو دعا نفسه لذلك إلا أن نظام أوباما أصدر تصريحا بأن هذه الدعوة لا تتلاءم الدبلوماسية الأمريكية واصفا ذلك بأنه أمر غير مألوف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وملقيا باللوم بصورة غير مباشرة على نتنياهو مضحا أنه لن يتواجد في مجلس النواب الأمريكي هو ولا نائبه بايدن أثناء إلقاء نتنياهو للخطاب هناك حاول نتنياهو توسيع قاعدته الجماهيرية من خلال إرضاء اليمين المتطرف فقام أولا بالنهوض عن طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين لأشن حملة شرسة على القدس وتبعها حرب على غزة وقرر إسقاط حكومة الوحدة إلا أن الأمور لم تسر كما أراد لها نتنياهو وقرر كل من إسحاق هرتزوغ رئيس حزب العمال الإسرائيلي وتيبي ليفني رئيسة حزب كاديمة التحالف فيما بينهما في الانتخابات المقبلة وهذا يعني انقسام أصوات اليمين بين هذا التحالف وبين حزب الليكود التابع لنتنياهو أوباما يعتبر إصرارا لنتنياهو على إلقاء خطاب في مجلس النواب الذي دع نفسه إليه بنفسه بطريقة التفافية كمحاولة للتأثير على قرارات المجلس خصوصا فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني الذي يريد نتنياهو إقناعا وبأنه يشكل خطرا حقيقيا على إسرائيل وإذا ما نجح في ذلك فإن بإمكانه حينها باستخدام فاعليات اللوبي وغيرها من أجل حجم السياسة الأمريكية وقلبها رأسا على عقب وهذا بكل تأكيد سيزعج أوباما لأنه سينعكس بصورة غير مباشرة على الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية تشكل كل انتخابات أملا بتحقيق انفراج لأزمة عالقة لكن الانتخابات الإسرائيلية القادمة على ما يبدو ستكون وبالا على الفلسطينيين وليس العكس لما تعكسه الحملات الانتخابية من تضاؤل شديد في فرص تحقيق السلام العادل للشعب الفلسطيني وفي المحاصلة نستطيع القول أنه لا جديد على السياسة الإسرائيلية صحيفة العرب القطرية نشرت مقالا للدكتور أحمد موفق زيدان بعنوان أشام ليست سجادة إيرانية جاء فيه لا يألو الإيراني جهدا على مدى سنوات في نسج سجادته غرزة غرزة ليصنع منها لوحة فنية رائعة وما كان لهذا الصنيع أن يتحقق لو لا تصبب العامل الإيراني عرقا ربما يوازي وزن سجادته لا شك أنه يعلم الصبر والتحمل بيد أنه ليس بالضرورة أن ينعكس في صحات القتال لا سيما إن كانت هذه الصحات غريبة الوجه واليد واللسان على المحتل أوهام الاحتلال الإيراني في الشام هي التي دفعته إلى أن يخال أن نسج خريطة شعوب البعيد عنه كل البعد يمكن أن يتم بنفس طريقة نسج سجاده العجمية وكي يدرك ويعي الفرق والبون بينهما لابد أن تسيل أنهار من دمه ومعها بحور نفطه شعر النظام ومن خلفه أسياده بأنما بعد السيطرة على شيخ مسكين وحميرت وغيره ما من المناطق الاستراتيجية في درعا ليس كما قبل رد النظام باستراتيجيته الوحيدة التي لا يتقن سواها استراتيجية البراميل المتفجرة على دوم حارسة الغوطة الشرقية التحرك الإيراني السري بقيادة قاسم سليماني يشير إلى معطيات مهمة حصلت ومؤشرات أهم قد تحصل في مقبل الأيام قد نجمل هذه المعطيات والمؤشرات فيما يلي أولا على الصعيد الداخلي للنظام تشير المعلومات إلى أن خلافا دب بين عصابات أسد وحزب الله بفقدان الأخير لثيقته حتى بالحلقة الضيقة للنظام خصوصا بعد هروب ضابط بالحرس الجمهوري في جبهة جوبر والتحاقه بالمجاهدين وهو ما تسبب في وقوع خسائر مهمة لحزب الله دفعات الإيراني للتدخل وقيادة المعركة بنفسه ثانيا على الصعيد الإقليمي ثمت مخاوف إيرانية حقيقية من التقارب بين السعودية وتركيا قد تدفع باتجاه تنسيق وتعاون مع الأردن للقيام بعمل عسكري في سوريا خصوصا بعد إعدام طياره على يد تنظيم الدولة ولذا فقد لجأ الإيرانيون إلى عملية استباقية من أجل فرض أنفسهم على الحدود مع إسرائيل والأردن على أنهم الجهة الوحيدة الضامنة لأمن الصهينة ثالثا الواقع الدولي واضح أنه راغب بالاستنزاف الحاصل لكل طرف ولذا فقد دعوما وجود طهران على الحدود السورية مع إسرائيل حالة العداء السني مع إيران المستغلة لجزر شيعية في دول عربية وإسلامية لن تفلح في فرض واقع إيراني يحلم به ملالها الحلم أفصح عنه من قبل كبار قادتها السياسيين والعسكريين باستعادة إمبراطورية ساسانية من أفغانستان إلى شواطئ المتوسط حلم مستحيل تحقيقه في ظل ثورة ووعي سني غير مسبوق بمخططاتها بينما يعود التاجر الإيراني لنسج سجادة تفاوضه مع الآخر تاريكا للجزر نسج سجادتها في تعايش وبقاء مع محيط سني استعدته وقاتلتها عودة قد تكون مكلفة جدا صحيفة الانديبندنت نشرت مقالا للكاتب روبرت فيسك طرح فيه رؤية جديدة حول الجدل بشأن جدوى الحوار مع التنظيمات المتشددة في مقابل دعوات مقاطعة وعدم تفاوض مع أي جماعة أو منظمة يضعها المجتمع الدولي في قائمة الإرهاب ويطرح فيسك نتائج بحث جديد أجري في جامعة كوين ماري البريطانية بالتعاون مع مؤسسة بيرغوف الألمانية تفيد بأن قوائم الإرهاب التي تضعها الدول الكبرى وتدرج فيها أفراد ومنظمات وجماعات مسلحة تعرقل بشدة فرص التواصل لحلول سلمية وفسرت الدراسة ذلك بحسب فيسك بأن مقاطعة تلك الجماعات يصفر عن منع إيصال الصوت المعتدل بما في ذلك منع الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والسياسيين من التعامل مع تلك الجماعات أو الأفراد وما يصفر عن سيادة الصوت المتشدد على الموقف ويقول فيسك إن نتائج تلك الدراسات تحتم إعادة طرح تساؤل قديم وهو هل من الأجدى التحاور مع تنظيم الدولة الإسلامية على سبيل المثال وهل سيسم ذلك في تقليل عدد ضحاياه أم أن سياسة المقاطعة هي الحل رغم أن نتائجها إلى الآن أثبتت فشلها وهو ما ظهر في محاولات التفاوض الفاشلة مع التنظيم بشأن المحتجزين وأضف فيسك أن الحرب على الإرهاب أطحى مصطلحا مطاطيا تستخدمه الدول دون إطار محدد وهو ما أصاب العالم بالتخمة وأطفى مسحة من عدم المصداقية على دلالة المصطلح وهو ما نتج عنه زيادة الأعداء الذي يتعين محاربتهم موقع كلنا شركاء نشر مقالة للسفير بسام العمادي لماذا تراجع ديمستورا عن تصريحاته جاء فيه؟ نقلت قناة تلفزيوني عن مصدر في الاتلاف أن ديمستورا اتصل برئيس الاتلاف وشرح له أن تصريحاته حول كون بشار الأسد جزء من الحل قد فهمت فهما خاطئا فماذا يعني ذلك؟ ديمستورا بدأ من نقطة خاطئة وهي أن إيران بيدها الحل وأن الولايات المتحدة أعطتها تقطية كاملة وواضحة لاستباحة دول في العالم العربي ولهذا كانت تصرفات ديمستورا مبالغة في التقرب من إيران لدرجة خارجة عن الأصول الدبلوماسية بل لدرجة السذاجة سواء بما رأيناه خلال زيارته للمقامات الشيعية أو بحضور حفل السفارة الإيرانية وظن أن عدم وجود زخم غربي لإقاف بشار الأسد عن المجازر التي يرتكبها يعني أنه سيكون مقبولا في المرحلة الانتقالية وقد يكون مصيبا في ملاحظاته عن توغل إيران في دول عربية لكنه فسره خطأا بأنه موافق من الولايات المتحدة على ما تفعله ولهذا أعطى إيران وبشار هذا القدر الذي لا يستحقانه لكن تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مباشرة بعد تصريحه وللمرة الثانية خلال فترة قصيرة عن ضرورة رحيل بشار عن السلطة جعله يدرك خطأه فحاول التراجع عن تصريحاته بالجملة التي يستعملها السياسيون عادة لقد أفسر التصريحات بشكل خاطئ السؤال هو لماذا كانت تفسيراته للمواقف خاطئة في الحقيقة أنه وقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الكثيرون ومن ضمنهم بشار ونظامه ممن يظنون أن الولايات المتحدة أطلقت يد إيران في المنطقة لأن حقيقة الأمر هي أن الولايات المتحدة تستنزف من تراهم أعداء لها في المنطقة يحاربون بعضهم بعضا إيران وحزب الله وروسيا من جهة والمنظمات التي تعتبرها إرهابية كتنظيم الدولة والقاعدة وحتى الأقل منها تطرفا إضافة إلى تجميع الإرهابيين المحتملين في سوريا والعراق للتخلص من تطرفهم في الدول التي يعيشون فيها ولهذا صرح أوباما وغيره بأن الحرب ستكون طويلة لأن مخططهم هو إبقاء صراع بين هؤلاء وتركهم في مستنقع يضعون فيه إمكانياتهم المادية والبشرية إلى أن ينتهي الخطر الذي يشكلونه على الغرب لذا فإن الوقت في صالحها وليس في صالح المتمرغين في المستنقع وما دام الإعلام قادر على التحكم في توجيه الرأي العام سواء بتضخيم أفعال من يعتبرهم الغرب إرهابيين وكتموا الأخبار التي تبين عدالة الثورة السورية وضحاياها وأيضا ضحايا التحشيد الإعلامي ضد المسلمين السنة بوجه خاص كما رأينا في حادثتي باريس وكارولينا لذا علينا أن نفهم حقيقة ما يحدث كي لا نستسلم لليأس من أن إيران ستنجح في احتلال دول في العالم العربي ولا نركنا للوهم بأن الغرب سيساهم في نجاح ثورتنا مرة أخرى يا الله ما لنا غيرك يا الله موسيقى صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالا لمشار الزايدي بعنوان بكاء على أطلال الإنترنت جافي حذر فنت كيرف نائب الرئيس التنفيذي لشركة جوجل الملقب بأبي الإنترنت من الاعتماد الكلي على تخزين الإنترنت للتاريخ ووثائق البشر فهي بذلك معرضة للضياع لعدة أسباب وأن الطريقة القديمة طريقة الحفظ بالورق تظل هي الأضمن كيرف المسن الرائد في هذه الصناعة نبه الغافليين إلى حقيقة سهلة الفهم ماذا لو ضاعت بياناتك ومحفوظاتك خصوصا ذات القيمة العالية بسبب توقف البرامج أو التطبيقات التي حفظت بها معلوماتك عن العمل ماذا لو تعرضت للقرصنة؟ ماذا لو صارت معالجات البيانات القديمة غير صالحة بسبب التطور غير المتوقف لهذه المعالجات؟ المثير للسخرية أن تقرأ هذا الخبر المضحك المعبر عن وفد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهو بالمناسبة مغرم بقوة السوشال ميديا الخبر نشرته رويترز عن زيارة أوباما إلى سان فرانسيسكو للحديث عن فوائد ممارسات أمن الكتروني أفضل للشركات وفي اليومين الذين قضاهما في البلدة تعطل نظام الكمبيوتر في فندق فريمونت الذي نزل به الرئيس الفندق الذي نزل به وفد الرئيسي قدم أوراقا بدل استمارات الكترونية كانت معدة بسبب هذا العطل يحيى الورق لأن تحدث عن البيانات التي نشأت أثناء وجود ثورة السوشال ميديا وتطبيقات تويتر، إنستجرام، واتساب بل عن قبل ذلك بقليل فقد كانت منتديات الحوار والدردشة في الإنترنت في التسعينيات إلى عقد الألفية مسرحا حافلا بالنقاش والوثائق السياسية والاجتماعية والإعلامية أين هي الآن؟ أو أين أغلبها؟ صارت تحفا من الماضي إن كان بقي لها طلل أصلا يوقف عنده ويبكى عليه الإنترنت هو أكسجين العصر وشرايين الدم وأوردته في جسد لتصال البشري وعماد الاتصالات الاقتصادية والحكومية والشخصية وجسر العبور في نقل المعارف والعلوم بل وحتى إجراء العمليات الجراحية وعقد المؤتمرات الأمنية الحية هذا الجانب الضروري من الإنترنت الذي أصبح جزءا عضويا من حياة الإنسان المعاصر لكن الجانب الضار منه هو في تشفيف الخيال والإبداع وتخشين الحساسية الإنسانية وتسطيح العلم والمعرفة وصولا إلى التسبب في تعريض تاريخ البشر المعاصر للضياع ضمن احتمالية ما كما شرح أبو الإنترنت قبل هذا هناك جانب قاتل في الإنترنت هو تسهيل نمو الإرهاب وتفشيه وتنسيق عمله غير أن هذا قيل من قبل هل من نجاة فقط لأطلال ذاكرة؟ بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون قد وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة ونترككم برعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة